السلام عليكم وتتبعيني لأوفية مرحبا بكم فيديو جديد في النهار جديد نتمنى يلقاكم كلكم على خير وباخير مرتاحين في عقلكم وقلبكم هذا هو الأهم مرحبا بكم بصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على بركة الله روتين جديد صباحكم بروك ونهاركم بروك صباح هذا الله يجعلكم هذا النهار نهار رزق والتيسير والهناء والصحة والسلامة يا ربي العالمين نبدأ وكما انتم ما كتشوفو كم العادة دي مكان سبقو العجينة ركو معارفين دبل مع المدرسة مع مكان غير جري علي ينجري علي كدي الوليدات جيبيهم خملي هنا جبدي هنا الله يكون معنا وخلاص الحمد لله على هاد المارات اللي ما كيسيريش دي الشقة اللي درناها اليوم لكن نعودوها لاغد لي ما عادي إلا عندنا شي حاجة نستفدو منها تبنينا فيها الوقت دينا اللي كنضيعو منها والحمد لله اللي انشاء العمى خفيرة الدنوب وان شاء الله هنتمنى تشاهدوا هاد الفيديو بكل حب وكل فراح مرتاحين في عقلكم وقلبكم وان شاء الله يا ربي اندو وزول وقيت مع بعديتنا زوينا والله هزين يمكم وزين اوقتكم هناك نشارك معكم عود تاني لوين الزريق اللي انتم ما كاتشوفوا عود تاني بدلت اللون لما تباخ دائما كان مدل الالوان لانه البنات ترى هالالوان كت تعطينا تقال ايجابية كتلعب الضور كبير في حياتنا اللوينة تزوينين خاصة اللي اه كما كان نقوله شوف ديالنا كيتسقى منهم خاصة اللون الازرق اللي اه بحال اللي قلتي كان اعطيوه به فيتامين لشوف ديالنا وبعد الالوان مهم هاد المسألة هادي ان شاء الله هنتكلمو عليها مرة اخرى في فيديو اخر نبدأوا على بركتي اللي هنا كما انتم ما شفتوه بعد الماجنة العجينة اه خليتها تختامر دلت تربطها بتاعك التاني نعمل الله هناك نشارك معكم مشتريات اللي اه تقديت المهم تقديا اللي اه خاصة هناك نشارك معكم اللي قم سنتي وش عليها لبزتها بالمقدوب لانه اه تصويركم عارفين بعض المرات كانت صغروا بالزربة اه لانه الله يكون في العون اه الله يحفظه مبقتش دوقت كانت كفينا ومبقتش فيها البركة سبحانك يعاطم احنا كنشارك معكم ليدي دا اللي ادرت تصوتها معكم في الفيديو السابق لتلاجا وهنا كنشارك معكم تلاجا دلت لها هاد الزيف هاد وكيهزوا على هاد اللي بليست هاد وفش كنحطو مثلا خميرة ولا هكا البيض اللي المهم اراكم كتشوفو اه فكرة اعطيتها لكم تمنحت انتم تديروها اللي عندكم توب هاكا اللون اه واحد زوين انا درت هاد توب هاد الجين اللي مطوفر عندي المهم استعملت اللي مطوفر عندي ما شرت حتى حاجة زيوفا قيين قطعتهم وقاديتهم درتهم هنا يا وكن بدل من اه الوقت للوقت المهم كان بدل من حين اه الى الاخر كان بدل وينات مرة ندير الغوز مرة ندير اه الخضار مرة الصفار المهم فكرة وشاركتها معكم اه دائما كما كان اقول لكم الالوان كانت لعب دور كبير في حياتنا وهنا اه بعد ما ارضيت اه الغداء طيب تلخبزه حتى ترتيت الغداء جيت نصبا هاد زيوفا ديال المتبخ ووقع لي مشكل في الماكينة ديال الصابون هاد البلاسة هاد ديال العسارة وغان شارك معكم اه ان شاء الله المشكل اللي وقعت لي فيها والحل كيفاش اه اللي وقع ليكم مشكل في العسارة ديالي حواجب حال هكدا وقفة ما كتعصرش مازال ما كتطرش مازال او لا الماء ما كيدوز في القرقارة ديالها كتطلو على اه القرقارة ديال العسارة فين كتعصروا اه الحويج ديالكم في الماكينة المهم راكم كتشوفوا خديت هاد المصمار هاد ديال القطبان اه عوجتو غنو اخد به هاد اه الزيف هاد اللي طحليا في القرقارة ديال اه العسارة هانتو ما كتشوفوا وصد هادك شي علاش لما ما كيدوزش والعسارة ما كتضرش وما كتعصرش لي الحويج كتضر مرة وكتوقف عيت ما نقلب اشنو بها واش من ضو واش من اه اه السارة ديالها واش من هاد اه الشبيكة فاش كنحطو الحويج عيت ما نقلب فينا هو المشكيل علاش هاد اه السليلة هاد ما كتضرش علاش لما ما كيدوزش في القرقارة ديالها الماكينة عيت ما نقلب حتى اه لقيت باللي هاد الزيف هادا هو اللي سد القرقارة ديال الماكينة وراني كانت شارك معاكم اه وشاركت معاكم الحل اللي هو هاد المصمار هادا اللي غادي نستعمل باش غادي نجبد هاد الزيف في القرقارة لانه اه صعيب بزاف درت هاد الشيطة هادا ولكن ما درت لي اوالو كنت غادي نتيرها لكن ما درت لي اوالو الصغيرة بزاف لموهم درتش حال من حاجة ولكن مصمار ديال اه الاقتبال الموهم راكم نشفتو هو الحل باش جبت هاد الزيف هادا اه في القرقارة اللي بعيدة عليها والصعيب ان انا نخشي يدي في هاد البلاصة لانه هاد الشبيكة هادي هنا يا امضيق بزاف اه صراحة لقيت فيها الصعوبة اه كثيرة لانه صعيب انك يجب دي تزيف في القرقارة بهاد طريقة هادي المهم شاركت معاكم الحل اللي لو قع عليكم مشكل في الماكينة قلبوا مزيان القرقارة دير هاد اه شبيكة هادي المهم دير هادك البلاصة ديال المنشير قلبوا اه اه سارة ديال الماكينة قلبوا شبيكة اه اه اكما محلولة ولا شي حاجة المهم كان قلبوه من هنا ومن هنا اهم حاجة نحيدو البريز لماكينة لانه بعد المرات كيضرب فيها الضوء خاصة الا اه ضربات عندك مدارة الماكينة ما كتبقاش كما هي رقم معارفين كان صبروا فيها دائما وما كتستحملش بطبيعة الحال بعد اه غضي دي كيما كان قولو بعد ما اه اه تعصبت على الماكينة وقديتها وعصرت اه الحويجات بعد ما صبنتهم غير الزيفة هكا ديال الما تباخدوا وزتهم لانه اليوم البنت واحد لحرارة اه نهار فاشكن صور هاد الفيديو هادا واحد لحرارة ما نقول لكم شهنية فقدير الله يجعل هم مغفرة الدنوب كان الحال تخون بزف بزف وقلت نجبد اللي عندي في الصابون نصبنو لانه دائما في الصهت كان بغي وغير ندخلو لما كيب حال الحوت يا ايما نصبنو يا ايما نسيقو يا ايما ناصلنو مويعنات ولا المهم عطالله ما يدارش قمي كيساليش صراحة غير اللي هرب منو لا ما هربتيش منو وخرجتي راسك خرجتي شوية ضوري ولا تنفسي على راسك تبليل روتين بالروتين اخر مهم تبليل جو ما غاد يشترتاحي من نفس الشقال اللي كان عاوده دائما اللي ادرناها اليوم ما كان عاوده هالا غاد له كي موقت لكم جيت هنا يا الصطاح نتبرد العشية هادي نبرد على قلبي بهاد القريعة اللي انغلاسيا هزيتها في فريقو اللي هنا يا وكان نلقم شوية ديال لما هكا ديال روبيني لانو هكا المبارد عاود تاني راه كان مرضو راسنا بلما نحسو مليك يكون الصهد كان بغيو ان تبردو بلا غلاس بالحاجة البردة ولكن مليك يدوز الصهد كيرجع علينا ديك البرودية ديال هكا على غلاس والمبارد لما كان بردا ما كان بسوش مزيان مهم بعدما تيدوز الصهد و تيدوز الصيف كان ناكلو اه الدق كان خلصو الضريبة ديال هذيك البرودية اللي احنا دخلناها الجسم ديالنا المهم اه قلستهنين تبرد شوية وخاصة هتنش غا نقول لكم كين واحد شوم لهيف سبحان الله واحد الجو ما نقول لكم شو بعدما دخلت من السطاح جيت نوجد عشية وخفيفة وضريفة هنا احطت الخضروات احطت الزبدة احطت دنجان هكا والبصلة مطيشا خايت زكر جيت سيتون مهم قلت ندير البيتزا هكا اه بالخضروات متنوعة وندير بيتزا بالفرماج والسردين اللي اه ان شاء الله غا نشارك معاكم طريقة وهنا احطيت هنا شوية ديال الزعتر كننقي فيه لانه البيتزا بدون الزعتر لكم عارفين كتجي ناقصة هنا شوية ديال الفرصة غا دي نغرب له معاكم اللي لقيت فيه واحد الحاجة صراحة اه تفاجئت والله هدي ما اخلقت ما عرفناش واش المشكلة من اه الوزينات ولا من الموالي للنحوانت ولا ما نعرف المهمة دائما هاد الموقف هادي كنطيحوا فيها كترالينا ولكن كنستفدو منها هنا بعد ما درت المسلاق بتاعتها الى هاد الشكل هذا مع شوية المليحة اه شوية البزار الزيت كننشحرها مزيان طيب مزيان وهنا در شوية الزيت شوية ديال البزار المليحة غا دي ندير ماطيشة مطحونة مع الزعتر غا نطيب الزعتر مع ماطيشة البنات اللي غا ندير البيتزا باش اه عديك ماطيشة كتعطيني ماداق زوين زوين بزف كيبقى في هذا كالزعتر الماداق دياله لانه طيب معها اه مطلق فيها الماداق ديال الزعتر ماشي بحال الا درناها هاكا رشيناها على البيتزا مليك يكون هاكا طيب معها كيتلق دياله اكتر هنا دلت ماطيشة بعد مما تحنتها راكم كتشوفوا بعوينتكم بعد المرات كان دير معها الطريف ديال البرباقي يعطيها ديك الحمورية راكم عارفين ماطيشة ديالبيتزا دائما كان نبغيو اننا هاكا نديروا لها شي حاجة هاكا اللي تعطي هاداك اللون زوين لي كيزيا لنا البيتزا ديالنا وهنا درت شوية الزيت المصلة غادي نشحر هاكا شوية ديال الخضروات والعطرية هنا درت الخرقوم شوية ديالسكنجبير المزارة مليحة غير خليهم يتشحروا شوية ومن بعد غادي نضيف الخضروات اللي اه متنوعا كما كلكم اغاندير بيزا بالخضروات وغاندير بيزا لاخرى عادية بالسردين والفرماج والزيتون مهم هنا حتى تشوي ديال بنجال كورجيت خيزو غادي اه نحكا هاد الخضروات كلهم وغادي نضيفهم على البصلة ديالي ونخليهم حطي يطيبوا مزيان هنا اه ما تشادي لها هي كالطيب ونبس لها هي وجدة طابط ما شاء الله اللهم مبارك وزيد في ذلك اللهم ديمها نعم واحفظها من الزوال وهنا الخضروات اضفت ليهم تومة والقصبور شوية ديال زعترها كام طحون باش اعطي لي الخضرة احتها هي تجي اه الديدة وها هي الخضرة ديالي اه كالطيب على المرمهلة بدون ماء تدجي البنات شغل نقول لكم واحد التفيها غد تاكلها بوحدها بلا ما تدريها لا في الخبز ولا في البيتزا لما هي ما كتبقىش ليضا هكا الا بغادي توجدها اه مع الطاجين ولا اه تحطيها هكا يا اه بوحدها كتجي زوينة ولا بغادي تعمر بها البيتزا ولا تعمر بها الفطائر عاو تاني كتجي زوينة وعلى بركة الله نادل تزبدا الدوب وهنا اه غادي نوجد اه دقيق غادي نعجي اللي جينا ديال البيتزا ديالي وهنا كما كتشوفوا دائمان كما كنقولوا مع مغربي حتى حاجة ما تضيع اغادي نمسح الكارتون هادا مع الكسرون باش هذيك شوية زوزة اللي فيه ما تضيعش نعام يلا الليه باش ما يضعش هذيك شوية اللي في الكارتون ركو معارفين احنا في وقت صعيب والحمد لله اه دائما هتضيع ما مزيانش وخا اه الواحد يكون عنده اللي يكون عنده اه رئيس رف وضيع ما مزيانش كيف ما كانت الحاجة نحفظو عليها وخا ما غا نستعملوهاش نحفظو عليها نحطوها على جنب كما كنقوله دائما نربي اه يبركلينا فرزقنا ويبركلينا اه في اللي يعطانا ربي اللي كي يعطي مشي الانسان الا اه كنا ما كان نخسروش ان يعمدي يالله مثلا خوبز ولا اي حاجة كنحفظو عليها ربكا يا سينكتر ركتور وكي يبركلينا فرزقنا والحمد لله اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال مشي عيب انه كيتمسحي اه الكارتون مع القاسرون ولا تلحسي اه هذيك اه الكارتون ديال ضانون كيم ما احنا ملفين ولا شي حاجة بحال هكا هاد المسائل هذي اراها مشي عيب اللعب هو اللي كي يخسر كيلوح اي حاجة كتلاح اي حاجة اه هكا شيطة كتلاح هذيك هو العيب وعار لانها النعمة من عند الله هنا كنشترك معكم اه المقارونية في الدقيق اللي قلت لكم قبيلة ما عارشوش من ملحة نتلة من اللوزين ديال الدقيق لقيت المقارونية في الدقيق دائما كان نلقى فيه يا اما المقارونية يا اما اه شي حاجة هكا المهم دائما يستحسن اننا نغرب له الدقيق ديالنا وهنا كنشترك معكم هاد اللقاطات ديالت وما كنديرها في الشبكة بالزرق او تانين عمال اللحظة هي درت لها الزرق مهم قلت لكم راني بدلت اللون اه لما تباخدت اللون الازرق اه كنشترك معكم هاد اللقاطات هادو نختم بهم الفيديو لانه تحدفوا لي اللقاطات ديال بيتزات اللي اه صارحة بقاو فيه ولكن اه اشغال ان ديروا الدومين ديال لي هو هادار موطاش كيديرها دائما بنا وعلى هاد المعاناة اللي كان عاني ودائما باش نوصلوا لكم احسن محتوى اشتركوا في القناة وبرتاجي والله يجزيكم باخر كترول يلا يقديركم تاها الله فرسكم السلام عليكم